هنروح لمنتخب اليد زي ما حددتكم عارفين منتخب اليد اتخاذ رابع لأولمبياد خاذ رابع لأولمبياد طبعا بنحي من هنا مدير الفني الأسباني روبيرتو كاري جارسيا الحقيقة اللي عمل شكل وطعم ولون لمنتخب الرياضة مكسب وخسارة ولكن الأداء اللي احنا شايفينه ده لا ده حد ده الفرقة نازلة تكسب فرقة نازلة تكسب مش نازلة تقدي لا ده اللعيبة لما خسروا قبل النهائي من فرنسا وخسروا التاتو الرابع من أسبانيا بيعياتو زعلانين لا احنا مش هنا احنا عايزين دهب والحقيقة هو ده الجميل والشخصية لكرة اليد مهما عد عليهم أجيال وجهة اتحادات ومشة اتحادات المنظومة ماشية صح ومن أول أسسها الدكتور حسن مصطفى إلى يومين هذا منظومة ماشية صح وحضركم عارفين طبعا أن المنتخب يضم ثلاثة من نادي الأهلية محمد عسام الطيار وابراهيم المصري وإحمد عدلوتاتك اللي يوم دور كبير بس خلينا أقول لكم حاجة مهمة إعداد منتخب مصر اللي حصل قبل الأمبياد توكيو إعداد قوي جدا جدا وكان متخطط له صح عشان أقول لكم أن ما فيش حاجة بتحصل بالصدفة منتخب مصر لعب في الإعداد لعب فرنسا اللي احنا لعبناها لعب ألمانيا اللي احنا لعبناها لعب أسبانيا اللي احنا لعبناها يعني الفرق اللي كنا بصين على المجموعة التانية وشايفين منها اللعبهم وكنا بصين على مجموعتنا وعارفين إيه اللي هيحصل ده واضح من التقطيط ويعني إحنا قبلنا الألمانيا في دور التمانية لعبناها وخسرنا منها هدف وكسبناها ليه؟ لأن إحنا شفناها في اللعدات فخلاص الخوف راح والحجز راح قبلنا فرنسا وخسرنا بصوبة جدا وأسبانيا في تاته الرابع وخسرنا بصوبة جدا يكفي فرحة منتخب أسبانيا بعد بحققوا الفوز علينا أكيد هم كانوا بديين للمطش لكرة اليد وأتمنى أشوف الفرق الجماعية كلها زي كرة اليد ومس صعب مصر تقدر وهبدأ أقول كده مصر تقدر ونقدر عندنا كوادر بشرية جبارة إمكانيات وبنية تحتية جبارة نقدر خلي طموحنا يقلى عايزين نشوف الفرق الجماعية توصل لأقصى نقطة ونشرف بلدنا لأن مصر اسم غالي جدا جدا على قلبنا كلنا